لم تزل تدعيات أزمة الانسداد السياسي تلقي بظلالها على سير القرارات التشرعية المهمة في البلاد سيما إقراروا مشروع قانون الموازنة لعام 2023 الإخفاق في كتابة ورقة الموازنة وإقرار قانونها في 2022 إخفاق يتخوف الشارع العراقي على تكراره في العام الجديد تخوف بني على مجريات التفاهمات المنقوصة بين أطراف كتل سياسية وبرلمانية وبين حكومتي المركز والإقليم وهو ما سيؤدي إلى شلل إقرارها مع وجود مسببات حقيقية في الشارع السياسي تفسر تأخيرها حتى الآن أهم تلك الأسباب يتمثل بما عزته اللجنة القانونية النيابية إلى وجود تفاهمات وتجاذبات بين الكتل السياسية تحرك أوراق المطالبات من جهة إقليم كردستان بتضمين فقرة تخدمه بشأن التخصصات المالية ما يدعم غياب الاتفاق بين الحكومتين بسبب حصة النفقات التشغلية التي يحتاجها الإقليم وهو ما يفتح الباب واسعا على مخوف من عدم توافق الإقليم مع اتفاق الحكومة الذي قيل أنه عالج فقرات الموازنة أو أن الإقليم رفض الحصص التي وضعتها الحكومة في اتفاقها السياسي على حصص كردستان وما يتعلق بمعادلتي النفط والغاز أصوات برلمانية وسياسية ذهبت في اتجاه آخر رافضة لقرارات القضاء التي وصفتها بالمزدوجة سيما بما يتعلق بقرار المحكمة الاتحادية حول تسليم النفط والغاز وعوائدهما وللمستقلين في البرلمان رأي آخر بما يعزز وجود خلاف ورفض مع ما جاء في الاتفاق الذي نتج عنه تشكيل الحكومة إذ تحدثت مصادر برلمانية عن أن للمستقلين اعتراض على ما طالب ضمنت في الاتفاق لا يعتقدون أنها في مصلحة الشارع العراقي تكرر تأخر وترحيل الموازنة إلى شهر مقبل مؤشر توقع مرتفع عند محللين سيما مع وجود عاصفة على طاولة إقرارها وهو ما قد تخفق فيه الحكومة التي وعدت بتطبيق أهداف منهاجها الوزري وتفعيل وعودها في فترة زمنية لا تتجاوز ثلاثة شهور منذ بدء عملها أو كما قال محللون